أجي معاك لمطش بكرة مطش بكرة جاي في توقيت مهم في بداية الحلقة كنت بقول أنه مباراة سموحة بكرة بالنسبة للجماهير ليها تلت نقط مهمة تلت حاجات مهمة الحاجة اللي قولناك تكسب المباراة وتتأهل لنهاء الكاس الحاجة الثانية أنك أنت تطمن على فرقتك قبل تريح بعد المطش ده للزمالك وهي مع مطش الزمالك تجربتين مهمين جداً وفي منطقة القوة قبل ما تروح كاس العام من هنا المباراة ليها أهمية كبيرة وخصوصاً أنها جاي بعد التعادل مع المصري شايف الظروف والمقدمات من قبل المباراة ازاي؟ طيب قبل ما نتكلم عن المباراة الحقيقة أنا عاوز أتكلم على الفترة اللي هي الفترة اللي فاتت اللي هي فيها الحقيقة الثلاث أربع مبارات الأخيرة لا النادي الأهلي رجع استعاد جزء جديد استعاد مستوى واستعاد أداءه الحقيقة وابتدى الضغط اللي كان يتعامل في السبع مبارات الأولانين الحقيقة يتعامل بشكل كويس قوي بشكل هاي الحقيقة نتكلم على مطش بيرامدز ومطش أمبي ومطش المصري أنا تاني يوم المطش قلت لأهلي كورتو مفاش مشاكل مشكلة وحيدة هي اللامسة الأخيرة طبعاً وخصوصاً شهود تاني شهود تاني في مبارات المصري لا أنت بتعمل كل حاجة في المصر أولاً ضاغط ومش مدي مساحات لفرقة المصري عشان تروح لجول زي شهود الأولاني شهود الأولاني كان فيه شوية تخلل كده بسيط لكن إنت لأ شهود تاني كان بينقصه أن الناس تركز أنا فيه فرص مش مصدق أن العيب يضيح يعني الفرصة بتاعة أفشة وحسين الشحات يعني أنا بقول إيه يعني لازم بفيه طمعة أنا أفشة ده أنت مواجه لمرمى وإنت سابق بحوالي عشرة أرضا كان نقصك بس أن تزق واحدة كمان وتحط أنت ببطن رجليك لأن الجول كان مفتوح بالنسباله لكن هو لما يلعبها لحسين الشحات الحقيقة ما تلعبتش بإتقام الإصابة اللي كانت عنده ممكن تكون مأسرة يعني أنت عارف برضو يعني لما العيب يتصاب إصابة جنب ده ويكمل المطش كله بتأثر على قراره بتأثر على ثقته في نفسه بتأثر على الدقة هو شخصيا ممكن يكون ألح حساباته لا أنا ممكن أضيحها أضمنها مع الشحات فممكن القرار يبقى مرتبط بفكرة الإصابة اللي حصلت له وهو بنسبة كبيرة جدا الكلام أنت بتقوله صح 100% لأن الإصابة مش مكنتش مثلا غرزة غرزتين عشرين غرزة بيقول عشرين غرزة ولا مش عافة صعصية غرزة ده حاجة جمدة جدا يعني الطبيعي أنه هو كان يخرج من ملعب ما يكملش المباراة ما يكملش المباراة يعني أولا أنت لعبت كويس قوي قوي يعني كرة ممتعة صحيح وان تو فيها ربط وفيه جماليات وفيه كل حاجة ولو خلصت كان جميل أبزا كان بينقصه كان بينقص اللعبة دي أنه ما بقدر يحط بطر جليه في زاوية من الزواية أبو أحمد عبد قادر عنده الحتة دي جامد جدا فيها كمان فهي يعني داخل فيها أننا تركيز شوية وداخل فيها عدم توفيق عشان كده حنا الشهد التاني رغم استحوازنا ورغم الفرص الترجم ناشي اللي جات لنا في فرصة لشعدينا في فرصة للشريف وفي فرصة الحمدي طبعا ما أنا عشان كده أنا بقول لك صدعف في راس كولر بتهيق يعني أنه مدرب يعمل جيم زي ده قدام فريق زي نادي المصري وفرقة مصري فرقة حلوة فرقة بتلعب كورا يعني وعندهم المحترفين كويسين أوي آآ ده غموم ده عجبني جدا بصراحة يعني ده غموم الجلاصي وإيزي إيميكا اللي حقيقة لعيبتهم وحتى المصريين في بينهم لعيبة كويسة فإن كده تعمل الجيم ده وتسيطر كده وتستحوز كده وتتخلق الكم الكبير جدا من الفرص ده وتطلع اللتيجة دروه صدعف مخبطة بالنسبة للموديل الفني طبعا طبعا لإني أنت يعني تعرف إيه كل ما بتزود اللبناط اللي بينك وبين المنافس طبعا أعطاك أنت بتديلك ريحية طبعا بتلعب الامبارات اللي بعد كده بتصندر لهو التوتر آآ طبعا وتبرط عليه هو عقب الزبط كده يعني ده مهم جدا ويمكن أنا زيان بقولك آآ آآ هي بس عايزة تركيز وعايزة ثقة وعايزة بحطة المواجمين بالذات أنا النهاردة ماينفعش كل مبارا هلعب حد ألعب محمد شريف النهاردة المباراة اللي بعدها بلعب بشادي المباراة اللي بعدها كنت بلعب بحسام المباراة اللي بعدها مش عارب بلعب ببرستاو أنا في رأيي أن ما فيش ولا واحد فيهم عنده فتن سمباراة ولا واحد فيهم لا محمد شريف ولا شادي وكان في نفس الوقت كان حسام قبل ما يمشي الحقيقة لأن كل واحد بياخد ايه شوت 45 دقيقة بياخد 60 دقيقة بياخد 15 دقيقة وده ما بيدلاكش لا الثقة ولا فتن سمباراة فتن سمباراة ده حاجة مهمة جدا جدا أنا كمهاجم لا ده لنازم ياخد وخلاص بقى بطلع سرعات وبطلع قوة وبعرف ازاي بتمركز وبعرف ازاي الحاجات ده كلها مهمة جدا يعني أنا يمكن من حوالي يعني مثلا حكي عايز تقنعني أنه كولر مثلا في مباراة المصري انت عاف كولر لو قرر مثلا ما يغيرش شريف حجم الانتقادات اللي هتتوجه لها هاملة ازاي طبعا طبعا بس أنا ما هو في حاجة بس يعني أنا سيبك من الانتقادات دلوقتي أنا عاوز أوقف مهاجم من المجموعة اللي معايا دي من الاتنين اللي معايا او التلاتة طبعا برسي تاوم مصاب ومشكلة يعني في إصابته برسي تاوم مش مهاجم صريحة يعني موسماني وظفه مهاجم كولر وظفه مهاجم بس يعني درائي المتواضع هو مش رأس حرب ومش مواصفات رأس الحربة الجمهور النادي الأهلي مستنية بصلاح حقيقي ماشي بس انت في الحالة اللي عليها شادي والحالة اللي عليها محمد شريف أعتقد أن انت لما وظفته هو أنتج يعني لولا الإصابة كان هيكمل فأنا بقول أن واحد فيه ميكمل لازم يكمل لأن صعب جدا جدا الحقيقة والاتنين أنا في رأيي كمان فيه فكتان ثقة يعني لا ده الكور اللي بتجي لهم دي لو في حالتهم ولو هم فيه بقى ثقة ووقتين تسعين دقيقة وكل واحد بياخد تسعين دقيقة صح يعني لا الحاجات دي كلها تجي جوان ولو هم في حالة اللي عليها علم �데